وفي المغرب في فرنسا المباراة على حديقة المرأة صح؟ لا في ملعب الفيلو دروم في مارسيليا جالية أكيد كبيرة مغربية طبعا وتوقعات بامتلاء الملعب عن بكرة عبية الجمهور عن آخره طبعا سيكون هناك جمهور وكأننا بإذن الله سنالعب على أرض مغربية الجمهور المغربي سيغزو ملعب الفيلو دروم بأساليبه الحضارية بعشقه رأينا شوارع تمتلئ بهذا الجمهور حتى الجمهور السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته أصدقائي الأعزاء مرحبا بكم من جديد على قناتكم وقناتنا أنور أعزاء في هذا الفيديو كما شفتوا الدخل ديالوك يعبر على أنه صراحا فيديو جميل جدا يستحق المشاهدة هذين خليكم إن شاء الله تشوفوا وحكموا وعطيوني الأراء ديالكم من خلال التعليقات مكراش كل واحد فيكم شاف الفيديو حركنا داك اللايك بارتاجوا لينا الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم أصدقائي الأعزاء ما غدش نطول إليكم ندوزوا مباشرة نشوفوا هذا الفيديو الجميل والرائع وموعيدنا في النهاية ديالو كيف ديم ابن البلد ماجد الشجعي وصلنا إلى نقطة الانطلاق نحو الميدالي المغرب كل المغرب ينتظر مواجهة الغد فماذا أعددتم وماذا أحضرتم للمنتخب الإسباني العنيد إذن هناك أهداف قبل المشاركة تحققت بعض هذه الأهداف في بلوغ هذا الدور المهم وهي سابقة في تاريخ كرة القدم المغربية لأنه المغرب انضم إلى جانب العراق ومصر كثالث منتخب عربي يصل لمحطة المربع الذهبي ورابع أو خامس منتخب إفريقي بعد منتخبات نايجيريا الكاميرون غانا ومصر وبالتالي ضمن العرب وضمنت إفريقيا في هذه البطولة ميدالية التطلعات كبيرة المعدن النفيس الذهب حلم الجميع المباراة لن تكون بالسهلة ولكن اليوم عندما يتحول المغرب لمادة دسمة في وسائل الإعلام العالمية كل العالم يتحدث عن هذا الإنجاز وكل العالم يقف عند صلة الترابط ما بين ما تحقق في قطر وما رأيناها اليوم من عطر مغربي في بلاد العطور فرنسا تحديدا في باريس عطر كرة القدم المغربية فاحة في العالم على مستوى الأداء هذه الصنفونية الأطلسية التي أطربت كل من يعشق كرة القدم في أمريكا اللاتينية في آسيا في إفريقيا طبعا وهي سعيدة بذلك والسعادة الرائعة من أهل العراق والدول العربية الشقيقة كل هذه المعطيات تؤكد بأن كرة القدم توحد الشعوب والفرحة المغربية لم تعد مغربية فقط أضحت فرحة عربية وهو نفس الشيء ينطبق بالنسبة للتواجد المنتخب المصري في هذه المحطة اليوم المغرب كل مكونات كرة القدم أضحت تدرك بأن كرة القدم لم تعد لعبة وعشق فقط بل أضحت ثقافة المغرب اليوم كل مواطن أضحى سفيرا في موضوع مونديال 2030 أضحى سفيرا من المواطن البسيط العادي ونتدرج في كل فئات المجتمع كرة القدم اليوم توحد المجتمع المغربي وكرة القدم اليوم أضحت صناعة بأقدام مغربية وبفكر مغربي وأضحت صناعة تصدر للعالم فيها الكثير من المتعة وفيها الكثير من السحر تحقق المهم في انتظار الأهم الأهم مواجهة من لعروخة إسبانيا وما أدرك أما إسبانيا حتى قبل الأولمبياد الكل يقول بأن إسبانيا الفائزة باليورو هي الأقرب الكرة الشمولية التجانس التناغم ولكن في المعسكر المغربي نعرف بأن إسبانيا كبيرة ولكن سنلعب من أجل إثبات الذات لن نركع للدفاع سنهاجم سنواجه خصم وليس بلد وبالتالي هناك قناعة فيما رأيناه تحديدا في المباراة أمام الولايات المتحدة الأمريكية كيف كان الآداء على أرضية الميدان وكيف رأينا الأطر في المدرجات رئيس الاتحاد فوزي لقجع ينفع مع كل لقطة إلى جانبه المشرف على المتخبات العامة ومدرب المتخب الأول وليد الرقراجي رشيد بن محمود إذن هي منظومة حققت ما تحقق في ظل هذه النتائج الباهرة كلمة سر هو حب الكرة كلمة السر هو التنظيم كلمة السر هو التفوق على الذات ومواجهة إسبانيا لن تكون بالسهل طارق سكيتيوي يعرف إمكانيات لاعبه ويعرف أن الخطة التي لعبها في مجموعة من المباراة ستختلف ولكن لديه قناعة بأنه سيهاجم لأنه وصل إلى مرحلة مهمة أنت في معركة ما بين الأسد ولا الروخة زائل الأسود سمع في العالم أعتقد بأنه لدينا من الإمكانيات ما يجعل المغرب قادر على أن يصنع التاريخ من جديد ويواصل الحضور وحلمه الذهب سيلعب حتى آخر رمق حتى آخر الأنفاس من أجل تحقيق أمان المغاربة والعرب في هذه الدورة الولنبية أبو رياض أنا أريد أريد أشوف ردود الأفعال أو التحضيرات مو في المغرب لا في فرنسا المباراة على حديقة المرأة صح لا في ملعب الفيلودروم في مارسيليا في مارسيليا جالي أكيد كبيرة مغربية طبعا وتوقعات بامتلاء الملعب عن بكرة أبيض الجمهور عن آخره طبعا سيكون هناك جمهور وكأننا بإذن الله سنالعب على أرض مغربية الجمهور المغربي سيغزو ملعب الفيلودروم بأساليبه الحضارية بعشقه أين شوارع تمتلئ بهذا الجمهور حتى الجالية المغربية ومن باب التذكير ننوي بهذه الجالية تدفق الوطنية تدفق المشاعر حب القميص الوطني هذا التلاحم إذن هي دورة أولمبية بأعياد وأفراح مغربية الكل سعيد طبعا هو صعب أن نحدد هناك الجالية المغربية الجالية الجزائرية وهناك جاليات أخرى ولكن الجالية المغربية حسب المدن عموما الجالية المغربية ستكون بذلك الحضور ومؤكد بأنها ستصنع سنفونيات ترى في إسبانيا جالية كبيرة جدا يكون أكبر جالية مغربية موجودة في أسبانيا الجالية المغربية في العالم في أوروبا أتصور أن المغاربة الأسبانية موجودين هناك هم أيضا راح يهاجرون إلى فرنسا وحتى نضع المشاهد في الصورة حتى في بروكسل وهي بعض المدن البلجيكية تدخل شوارع وكأنها مغربية أكل مغربي شاي مغربي هولندا حدث ولا حرج هولندا موطن للمغاربة يعني الجمهور المغربي وتواجد الجالية المغربية أثبت بأن هناك قصة حب للجمهور الذي دائما يصنع الحدث وحتى في قطر ربما الجانب الجماهير وانت حضرت الحدث ربما أكثر الجماهير كانت الجماهير المغربية والأرجنتينية وبالتالي الجمهور المغربي لديه يهوس عشق جنوني لكرة القدم مؤكد بأنه سيكون رقم أو لاعب 12 في صفوف تشكيل الطريق سكيتيو نعم كابتن حمزة نعم المغرب على عتاب الميدالي وأيضا المنتخب المصري لكن واقع الحال يقول مواجهة إسبانيا ليس كمواجهة باقي المنتخبات اللي واجهوهم نعم حتى وانفازوا على الأرجنتين لكن إسبانيا غير فاليوم شلون طارق سكيتيوي لاعديه من الممكن إيقاف الزحف الإسباني والمنتخب المتطور والمليء بالمواهب المميزة من أجل وصول إلى نهاية البطولة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيخ الرحب بالكابتن من سلام وأهلا وسهلا بك حبيبي في برنامجك هذا أكيد الله يسمحك أكيد تختلف لأن تعرف أنت سأخذنا نتكلم منتخب المغربي سقف الطموحات صار أعلى أنت من تروح إلى دور الثمانية وبعدي أنت تفوز وتتأهل إلى دور الأربعة فأكيد رح يكون سقف الطموحات كبير أثنين طموح اللاعبين حسب ما أنا شفته في مباراةهم مع الولايات المتحدة فطموحهم هو الذهاب إلى النهاي لأن الثقة الحالية اللي موجودة وإمكانيات اللاعبين الموجودة وبتطبيق فكر المدرب وبتنفيذ واجبات المدرب حرفيا هو يطيك انطباح هذا المنتخب سيذهب إلى النهاي بال يعني الأربعة اللي تأهلوا هم نقول احنا بالصالح الرياضة هم ما قوشي يعني هذا هم وصلوا إلى المربع نهاء الأخير يعني فأكيد كونون هم من أفضل 16 اللي شاركوا في البطولة منتخب إسبانيا منتخب جيد منظم كنا نعرف احنا المدرسة الإسبانية تعتمد على الاستحوات والحيازة وسيطرة على مجريات المباراة ويتحكم بسير المباراة كيف ما يشار هو اللي يريد دائما ما يتحكمون نفس المنتخب الأول حتى المنتخبات الفئات العمرية نفس يمشون على خطة المنتخب الأول ولهذا دائما ما تكون منتخباتها من أفضل منتخبات دائما ما نشاهد المواهب موجودة بكثرة للمدارس اللي موجودة عدهم بالأكاديميات والمدارس دائما ما تخرج لاعبين وشفنا يمكن احنا اخر مثال في بطولة أمم أوروبا لامين يامال هذا من ضمن المدارس الإسبانية اللي موجودة في هذه البطولة هم يعتمدون على النظام لعب في كثير من الأحيان مرة يلعبون 4-2-3-1 4-3-3 في المباراة الأخيرة هم لعبوا 4-2-3-1 بالمهاجم رويز اللي هو رقم 9-9-1 بالإضافة إلى الأخطر واحد اللي هو لوبيز اللي يأتي من الخل كنا نعرف احنا منتخب اسبانيا حتى شاهدنا في كثير من المباريات اللي موجودة خاصة مع منتخب مصر بعيد عن الجلوس عشر لاعبين لكن فلسفة المدرب وطريقة لعبهم واضحة هي نفسة أساسية يعتمدون على الاستحوات الكرات العرضية دائما ما يعتمدون عليها خاصة إلى الثلث الأخير بالأضافة إلى الزيادة العددية اللي عملوها اللاعبين سجلوا أكثر من شفنا ثلاثة أهداف في منتخب اليابان يمتلكون اللاعبين جهة اليسار كابتن علي جهة اليسار من الأقوى من جهة اليمين بوجود ميراندا رقم ثلاثة لاعبين يعتمدون دائما على يعني حتى هما ما يعتمدون على الهجمات المرتدة أعتقد المنتخب المغربي لعملية الاستحوات للمنتخب الإسباني سيكون ند قوي وسيحرج منتخب إسباني جيد كابتن صفوان اليوم شون المنتخب المغربي ممكن أن يواجه المنتخب الإسباني أبدا موسهل المواجهة كنت أكيد هل تتحلين المنتخب الإسباني وممكن خطة اللعب اللي راح يلعبون بيها الأوراق المميزة اللي يعجهم على ماذا يعتمد المدرب إسباني وشون من حج من خطورة يعني المنتخب الإسباني مثل ما ذكر الكاتل حمزة أول شي جانب الاستحباظ هي يعني اسلوب معروف عند الكرة الإسبانية بشكل عام لكن متفعل في مبارسة أصدقائي خوتي العزاس هذا هو الفيديو اليوم كنتم من يكون الإعجاب ديالكم كنتم من تعطيوني الأراء ديالكم من خلال التعليقات نسلي ما زال ما داروش لنا لايك ما كرش كون شخوتي العزاس تسبركونا لوحد لايك وتبارتاشي لنا الفيديو باش يوصل جميع المغارباء في جميع أنحاء العالم أما الناس ليما مش تاركين في القناة كنتم من الصميم للقلب لي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل دائما دائما بجديدنا تالولي فراسكم بزاف موعدنا في فيديو قادم كيف العدا كان معكم خوكم أنوار من قناتكم وقناتنا أنوار برو شالا ولي فراسكم السلام عليكم